السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الخامس لابتدائي أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد مع قناة ساينس كابيتل مع الأستاذ محمد سعيد رحمي يلا بينا نبدأ مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة ان شاء الله أعزائي الطلاب هنكمل ثيم نمبر 1 The Systems Unit number 1 Food Relationships Between Living Organisms Concept number 1 Plant Needs وهنبدأ نشوف تكملة لListen to activity number 6 Do plants need soil طبعا الحسة اللي فاتت عرفنا إجابة السؤال ده زي ما تقول الحسة دي مجرد تأكيد على المعلومات اللي خدناها الحسة اللي فاتت مش أكتر دي بعض صور الأنظمة المائية أو الهايدروبونيك Systems زي ما انت شايف كده جايب لك شوية نباتات وأكيد في أماكن اتصال بين الميا وبين الجزور بتاعتها وجايب لك الميا مش كتب عليها ميا ولا حاجة كتب عليها Neutrant Solution محلول مغزي لأنها فعلا بيبقى دايب فيها مواد كترة جدا اللي النبات ممكن يحتاجها من التربة هم كلها حطنهالو في الميا يعني معدتش ميا نقية بقت عبارة عن محلول في مواد كترة دايبة ومواد موجودة بحيث النبات لو عايز يستفاد منها أو عايز يمتصها بتركيز معين يلاقيها ومش كده بس ده كمان حطين حجر كده فيه فراغات بحيث ان فيه مضخة هوا أو air pump تضخ هوا وتدخل لهم أكسجين لأنهم برضو حتى الجزور بتاخد أكسجين من التربة فخلي بالك دي صورة حقيقة برضو هيت للجزور بتاعت النباتات وهي دخلة في الميا أو في المحلول المائي المغذي اللي هم بيحطوا فيه كل الماينرلز أو الأملاح المهمة للنبات وده شكل تاني برضو جايب لك هنا المحلول المائي على مرحلتين مرحلة بتتوزع النبات ومرحلة تانية بتتحط في الجهاز اللي تحتيه ده وبيبقى فيه مطور كده صغير يبقى ده أشكال كتيرة بقى وأنواع كتيرة من الأجهزة ديت وبيبقى فيه مصفا بيبقى فيه أجهزة إلكتروز أو أجهزة حساسة تشوف تركيز الأملاح أي مالح معين تركيزه يقل أو النبات ياخده يحطوا بداله على طول وممكن يحطوا بعض الهرمونات بتاعة النمو تخلي النبات يكبر بسرعة زي ما معظم المزارعين يعني بيعملوا يبقى ده كان الهيدروبونيك سيستم أو النظام البديل للطربة للنباتات أفطر زي جرميناشن بروسس أو عبار عملية الإنبات لما النبات بيكبر بيحتاج طربة فأحنا بنحط له النظام المغزي ده بعد كده بقى أنا حابة بحط لك فيديو بيبين لك أن أنت ممكن تزرع شوية نباتات بأي طريقة من الطرق اللي جاية دي يعني مثلا ده التفل بتاع الشاي لما احنا بيبقى عندنا ممكن نحط فيها بزلة زهرة بزلة حلبة بزلة عتس بزلة فول أي نوع من أنواع البزور وهيعمل عملية الجرميناشن وبعد كده يا سيدي يبقى أخده نقله في طربة أو نقله في أي مكان تاني عادي وتحطه طبعا في في الشمس علشان يعمل بناء ضوية يبقى زي بداية أو تجيب مصفة وتحط فيها المنديل وتحط شوية البزور بتاعتك أي أن كان نوعهم وتغطيه بمنديل واحدة كمان وبعد أن ترش شوية مية وممكن أن أنت تحطه في طبق كده في شوية مية برضو علشان إيه لو البزور دي احتاجت مية أكتر إذا شايف الجزور طلعت هي خلاص يبقى عملية الجرمانيشن خلصت بعد شهر كامل هيبدأ ياخده ينقله تاني في الطربة ممكن كمان تاخد المنجا زي ما أنت شايف وبرضو ما تحاولش أنت تقطعها أنت بالسكينة لازم بابا أو ماما وبعد كده تفتح البزرة وتطلع اللي جوها البزرة هي المنجا الصغيرة دي وبعد أنت تاخدها في منديل وترش عليها مية وتحطها في كيس بلاستيك مقفول قهوة وتعيدها لمدة مكتوب هنا كام عشر تيام بعد كده شوف هيطلع من الكيس شايف بدأت الجزور تطلع هيخده يحطه في الطربة في خلال 3-4 أسابيع تبصت لقيها شجرة مانجا جميلة جدا هتشوف شكلها تبقتي أهيات بعد أسبوعين شوف عملت ورق قد بعد كده برضو في بعض أوراق نبات الصبار ممكن انت لو جبت كباية مية وبدأت تحط عليها حاجة شفافة أو ورقة أو حاجة وتسبت ها كويس بقى استيك وتعمل فيها شوية فتحات اللي انت هتحط فيها الأوراق دي بحيث تكون لمسة المية علشان يطلع منها جزور على طول تمام اهو شوية أوراق كانت وقع وكانت تسبت وطبوز هو حطهم في الشمس كده بحيث يعمل بناء ضوئي شايف كل واحدة طلعت جزور ازاي تقدر انت تأخذها تزرعها وتعمل نبات جديد من كل ورقة من دول تمام برضو الجزر كلنا بنقطع الجزر ونرميه ما تعرفش ان انت نبات الجزر برضو في الشمس عشان الصليت وتحط لها ميا وكل حاجة خلاص برضو لو انت عندك مثلا بزور حلبة كلنا بنحب الحلبة طبعا وبنأكل مع الترمس ومع الحاجات ديت بيقول لك انا احطها في شوية ميا سيما انت شايف كده واسيب ها شوية وافتح لها شوية فتح تتهوى وممكن افضل ميا الزيادة خالص واسيبها وهو بيفضل ميا الزيادة هيكل لها تمام وهيسيبها بقى كده بشوية الرطوبة اللي جوه دول بعد من 7-10 ايام لو عايز ترش عليها بختم ميا كده كمان بش مشكلة هتبص تلاقيها بدأت تعمل جزور تقدر تاخدها تزرعها تقدر تكلها يعني فيه هو بيحطها على الصلطة أو في السندويتش مفيدة جدا طبعا دي بقى احسن طريقة عجبتني الليفة بتاعت الموعين دي بس مش المستخدمة مش اللي فيها صابون لا اللي هي لسه جديدة وهي حط فيها بزرق ازهار ويرش عليها شوية ميا هي بطبعتها منها مليانة فتحات او تهوية او كده نشا من السك من الرز يعني لما انت بتغسله الرز الماء اللي انت غسلت اللي باقي من غسل الرز اللي هي الماء البغضة دي بيحط فيها كوز درة مش مشوية طبعا ني عادي جدا ويسيبوا شوية تبوسة لأي بدأ امتصر شوية عناصر مغزية من النشا ده وكل بزرة فيه تبدأ تنبت انت بعد كده بتطلع في الجنينة بتاعتك وتحطه او فيها بشوية الاملاح والاكل اللي في الطماطمية زي ما هم كده ويحطها في الطربة برضو هتطلع ايه نبتات او هتنبت بعد كده حط لها الشوية مية شايف على طول بدأ ينبت بفترة يعني بسرعة جدا شكلها هنا وبدأ تطلع طماطم وتحمر يعني الموضوع مش صعب عملية الزراعة سهلة جدا برضو السوداني انت بقى شوف انت اكيد عندك حاجة من كده يعني اي طريقة من دول هتنفع معاك مش معقول ان انت مفيش ولا طريقة من دول نفع هيطبق المنديل زي ما خدنا الحصة اللي فاتت وهيحط في شوية مية وممكن يعينه في كفر بلاستي كشال مية متتبخر شي سيبه خمسة ايام هيطلع هتبص تلاقي بدأت تعمل نباتات تهيط التوم سيثبت فيه سلكات سنان بحيث يمسك على كباية ما يقعش والجزور هي اللي تلمس المية اول ما يبدأ يعمل جزور زي كده بعد 15 يوم انت ممكن تاخده تزرعه على طول في الارض زي ما هو كده او في شوية طربة زي ما اخذنا الحصة فاته حطه في الشمس طبعا عشال بناء الضوئي ترويه بالمية وتسيبه كده انت عملت شجر التوق كلها حاجات بسيطة جدا ويعني ابسط الادوات والمعدات اللي عندك خلاص ده نوع غريب من الثمار انا امرا شوفه برضو بياخد البذرة بتاعته وهيحط ها في منديل ويبلل المنديل بالمية نفس القصة بالزبط تقريبا نفس الخطوات بيعملها في كل الحاجات زي ما عمل مع المانجا كده بيلفها في كيسة ويسيبها 4 اسابيع تمام هيفتحها وبدأ اتنبتها والقشرة ده بتاعت هيحطها برضو في التربة ايوا ويرويها بالمية طبعا البذرة عندها الاكل اللي هي عايزها جواها هي شايلة الاكل وبدأ تطلع نباتها الفراولة برضو البذور بتاعتها موجودة فيها فلو انت بالملاقات كده حاولت تشيلهم بالراحة شايف الحتة الصفرة دي هي دي البذور بتاعتها هيخدها كلها برضو هيبدأ يجيب بقى بيضة ويفضل البيضة عادي خلص هيخدها هيكلها هو بس محتاج شوية الكالسوم اللي في القشرة لانه هينقلها بالقشرة دي في التربة هو محتاج كالسوم النبات ده خلاص وهتبدأ تحطها تبقى فراولة عادي جدا وهيزرحها عادي هو زي ما تقول بس يعني محتاج الكالسوم اللي في البيضة اللي في الاشرة بتاعت البيضة يعني برضو القهوة الناس اللي بتعمل القهوة تمام القهوة المطحونة دي بعد ما تستخدمها ما ترميهاش هي تعتبر نوع من أنواع التربة أو المواد العضوية وأكتر حاجة تنميها عليها الماشروم أو الفطريات دي مش نباتات ده نوع من أنواع الكائنات شبه النباتات اسمه الماشروم ما بيحبش الضوء ما بيعملش بنقضة فأنت بتغطيه خالص وتسيبه في الحتة المعفنة أو في حاجات معفنة كده وتدول شوية الفتحات يتنفس بعد شوية كمية كبيرة بدل ما ترح تشتريها شوفت الطبق بقى دلوقتي انت ممكن انت تنمي عندك أو شايف طلع منه شايف المنزر كل ده طلع من شوية الأهوال اللي كانوا هيترمو ماشي برضو ده حاجة زي التوت كده أو حاجة شبه الفراولة كده برضو هو بينظفه من العسرة بتاعته بياخد البزور يسيبها تجف ويزرعها كان فيه شمس وهتطلع برضو نفس النبات عادي خالص الاناناس دي بقى جميلة جدا ده كل مرة ارمي شوية الورق اللي فوق ده في حين انت لو نظفته شايف وبينظف كده شال منه أو الورقتين وبرضو هيعمل فيه زي التوم يعني لازم يكون لمس المية هيخلي لمس المية كده ويسيبه شوية ركز شايف بعد 8 أسابيع يعني حوالي شهرين وتغير له المية طبعا شايف طلع أن النساء صغيرة يعني سبحان الله خلاص يعني طلع أن النساء تاني ماشي يا شباب يبقى سبحان الله كل حاجة لها طريقة كده في الاختلافات بسيطة في البدايات لكن في النهاية بتحطهم في شوية التربة وترويهم بالمية وتسيبهم في الشمس تمام فيها في البداية بس في بزرع بتحب المية كتير في بزرع ما بتحبش في الهواء كتير في بزرع دي تقريبا فول ده والعدس والإشوف غطاب بمنديل وهياخد هيكلها على طول بالجزر بتاعتها كده زي ما هي كده هيكلها مباشرة ماشي الفلفل طبعا نحن سهل البزر بتاعته البضل اللي جوه دي حدش فينا بيحبها يبقى ممكن نزرعها بدل من نرميها أهوات بيطلع البزر في فكرة البيضة دي وبعد كده بقى ركز انها بينقل البيضة كلها كده في التربة لان بعد شوية هي هتتحلل في التربة مع الميا والنبات هيمتص الكالسوم ده هيحوله هيخطو فعادي جدا يعني يحطها في التربة عادي زي ما هيكده اللي جوه طبعا حاول تقطعها بالطول بلاش بالعرض عشان البزر ما تقطعش ولما تيجي تاخد بزرة سليمة مش اتقطعت وبرضو في نفس الفكرة بلانت افتر ايه تو ويكس بعد اسبعين اهو طلعت طلعت لمونة هي بعد اسبعين سبحان الله يعني ما بتاخدش الحاجات دي ما بتاخدش قوات كبيرة دي اكتر فكرة عجبتني بقى ازازة قديمة كده هيقطع منها حتة من فوق تمام وهيسخم مصمار او حاجة لازم بابا يساعدك او ماما ما تحاولش انت تعمل الحكاية دي لوحدك وهيعمل فيها فتحتين يعلقها بيهم بس وفتحتين تانين من تحت او شوية فتحتات من تحت وهيبدأ يجيب خط قوي جدا كتان او حاجة ويعلقها بيهم بحيث انه لما تقعد فترة ما يتقطعش يعني ما يبقاش خط ضعيف خلاص هو كده عمل علقتين من فوق وعلقتين اللي من تحت حط فيهم خطفات او جهز دول اللي من فوق خطفات هيعلقها من فوق وهيحط زي حبيبات كده تربة صناعية او زي الفخار كده بحيث انها تبقى تعمل تهوية للتربة ويحط التربة فوقها مش شرط يعني لو مش عندك مش مهم يحط التربة وينقل فيها النباتات زي النعناع زي النباتات الليها مش محتاجة هتدي منظر جمالي يعني منظر طحفة شوية ازاز مية يعني انت ما عملتش حاجة تمام عجبتني جدا الفكرة دي بصراحة انت الازاز اللي بترميها والحاجات اللي احنا ما بنستخدمهاش ممكن نستفاد منها باكتر من شكل دي برضو فكرة جميلة بنبات البصل الناس اللي بتحب تزرع البصل وتاكل الورق الاخضر بتاع البصل هو هيجيب ازازة مية بالبتاع السخنة دي كلها بقت مليانة فتحتها وهيبدأ يرص نباتة البصل بطريقة معانا هتشوفها دلوقتي هيعمل اربعة خرام تحت كده عشان لو فيه مية زيادة أو كده وهيبدأ بقى يعمل قص منديل على شكل دايرة ويحطه عشان من التربة ما تقعش اللي هيرميها دلوقتي فقعر الغطا بعدين يحط شوية التربة وكل ما يجي جانب فتحة من الفتحات اللي هو كان سايبها يجيب بصلايا ويقطع القاعدة بتاعتها ويطلعها من الفتحات دي مش الجزور لا القاعدة التانية بتاعت الأوراق ما في نحيتين واحدة الأوراق واحدة الجزور تبتسيب الجزور وتقطع نحية الأوراق زي ما انت شايف كده ويكمل يكمل يكمل بعد شوية هتبصت لقي انت خلصت خلاص هوا كلهم بقوا مترتبين حطها في الحديقة أو في الشمس ورش روحة ماية طبعا وكل حاجة هتبصت تلاقي بعد فترة بدأت تطلع أوراق وانت تاخد الأوراق دي تقطعها تطلع لك أوراق تانية وهكذا اهو بقى معكنا بصلة خضرة هوت لو عايز في أي وقت تاخد منه تاكل بكل بساطة أعزائي طلاب كده نكون خلصنا الفيديو النهاردة هتمنى تكونوا مستفدتم وهتمنى تشتركوا معي في القناة ساعدت وتشرفت بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا